بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كنا في سورة المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر تحدثنا في هذه الآيات وثيابك فطهر والرجزة فهجر والرجزة فهجر قلنا هي قراءات ما يعني قراءات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بعض الألفاظ بأكثر من قراءة طبعا إلها فوائد هذه القراءات مش موضوعنا إذن في كلمات تقرأ بأكثر من طريقة والرجزة والرجزة وقلنا أنه في احتمال وهذا عليه كثير من أهل اللغة احتمال أنه هي فقط لهجة زي مؤمنون قلنا مؤمنون أمهاتكم إمهاتكم هي مجرد إيش لهجة لأنه القرآن الكريم نزل باللغة العربية الفصحة في قبائل معروفة قبائل محددة مش قبيلة واحدة كان لها لهجات ضمن اللغة العربية لهجات ضمن اللغة العربية الفصحة طبعا معروفة هذه القبائل اللي القرآن نزل بلهجتها اللي هي اللغة العربية الفصحة اليوم نسميها إذن الرسول كان يقرأ أكثر من قراءة الرجز والرجز وأحيانا كثير من أهل التفسير بخلطوا بين الرجز أو الرجز والرجز بالس بالسين وبقولوا أنه أحيانا الزاي والسين ممكن يتعاقبوا لأنه مرات أنا أسهل عليكم أفكرة في اللفظ لما تقول الرجز أو الرجز رجز عفوا الرجز ولا الرجز الاس أسهل بشيك الاس أسهل مرات بصير تحويل بهذا الشكل إذا بتلاحظوا في اللغة زي ما بصير حتى في قضية لما بنا نقول أنبا ثم تلفظ أنبا لأنه أسهل أنبا طبعا وارد هذا أكلاب نعم وبالتالي ممكن يكون الزاي والسين تعاقبت الرجز شو صير رجز والقرآن الكريم استخدم أو وارد في القرآن الكريم عدد المرات اللي وردت الرجز أو الرجز أو رجزا بقدر بالضبط يبدو شفتها عشرة وعشرة اللي هي الرجز وريسا قد بعضهم عشرة وعشرة لكن هو لابد من اختلاف المعنى وإحنا بهمنا اليوم والرجزة والرجزة فهجر رجز إيش هو الرجز قلنا أنه هناك كثير ما بيقوله أنه الرجز أو الرجز هو العذاب وإحنا استشدنا بآيتين في المرة الماضية والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم رجز أليم هذه عذاب من رجز إذن لو كانت ابتعني كلمة رجز عذاب إيش هنا معناته تحدثنا في هذا طب إيش هو الرجز وبالتالي إيش يعني والرجزة فهجر أولاً الرجز فيه المعاني التالية أولاً الإضطراب الإضطراب اثنين الإضطراب المؤدلة شدة وضيق شدة وضيق وإحنا بنعرف إنه الإضطراب مثلاً درجات والشدة درجات والضيق درجات وذلك الرجز شو ممكن يكون أيضاً درجات بدليل هون في القرآن الكريم عذاب من رجز أليم أي أليم أضيف إيش لإحنا سبق قلنا عذاب من رجز أليم عذاب من رجز أليم قراءات متواترة عن الرسول لما يقول أليم معناته وصف لإيش للعذاب وأليم وصف لإيش للرجز إذن كل الرجز ولحظة هنا قلت رجز يعني بأسهل أن نقول رجز رجز إذن إذن حتى الرجز نفسه ودرجات ولذلك السياق السياق هو اللي ممكن يدلك على درجة شدة هذا الرجز اللي هو شو هو الرجز عفوا اللي هو الاضطراب المؤدي إلى شدة وإيش وضيق شدة وضيق ولذلك في قضية معركة بدر الشيك لما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء لا ماء ليش أنزلوا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان إذن معناته كانوا هم في حالة ممكن الشيطان يوسوس فيكونوا هم في حالة من الضيق والاضطراب في حالة من الضيق والاضطراب بس ما منسميه عذاب هم مش كانوا في حالة عذاب لا الوسوسة وتعرفوا قضية الوسوسة وإنت الإنسان على فكرة بتصير الوسوسة مؤذية إليه أكثر وأكثر لما بيضعف من الداخل أو بتكون ظروفه المحيطة فيها ضيق وشدة أو مصائب أو كذا بصير إمكانية الوسوسة إيش أكبر ولذلك ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان إذن هم كانوا في حالة في حالة من الضيق فلما نزل هذا المطر وتطهروا استحموا مثلا ووضوا وكسلاء إذن هاي مستوى من مستويات الرجز في المقابل مثلا لما موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون واستكبر فرعون ثم ضربت مصر بالقمل والجراد والدم والضضادع صارت حياة الناس إيش في مصر صارت مضطربة وضيق وشدة صورت ضضادع تكون مليا الدار وداخل المطبخ وعلى الفراش ووين ما تقيم وهون ضضادع قمل مش هيك دم إلى آخره طبعا ها مش وقته تفسير هاي سبقت عشرنا إلى كيف تصير حياتهم لذلك ما إيش قالوا لموسى أدعو لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنا طب الرجز هون هون زي الرجز قبل قليل لما تكلمنا عن قضية نزول الماء هل كانت حالة الصحابة قبل المعركة معركة بدر يعني من الضيق والشدة والاضطراب زي مثلا هذا الوصف اللي بوصف القرآن للفراعنة لما كان في حالة من الرجز لا إذن الرجز نفسه إيش اللي فيه معنى الاضطراب والاضطراب والشدة والضيق والضيق طيب إيش كمان مثلا في القرآن الرجز في هذا يلا أشوف أيوة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا بس تتوقعوا شو كان وقتا رجزا من السماء من السماء شو بده يكون بده يكون إشي شديد شديد عذاب هذا عذاب يعني يصل لمرحلة العذاب بيصل لمرحلة العذاب العذاب يكون نفسه لذلك لما بوصل لدرجة العذاب لذلك فسروا رجز العذاب لا ما بس هو هو عذاب نفسه هو أيوة شو معنات عذاب هذه متى نقول عذاب بشيك إذن لكن هو خلاص مؤدي إذن إلى العذاب يعني إذن الاضطراب والضيق المؤدي إلى الشدة توصل لدرجة بسيطة شو بصير عذاب إذن كفسروا الرجز بعذاب والرجزة والرجزة فهجر والهجر واضح ترك مع عدم رجوعه الهجر ترك وقطع يعني ضد الوصل خلاص هجره كيف وحد يهجرها زوجها برجعش أو هي هجرته يعني مش قضية مش دائما نهول بهجور مرات هي بتهجر بدهاش ترجع ها إذن هو ترك مع عدم رجوع ترك مع علاقة ترك مع ابتعاد لأنه اللي يبني يهجر غالبا يبتعد بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة للي بده مراتي يهجر لسبب موجب لا يهجر إلا بالبيت بصرش يروح يهجر يروح يترك الدار وصير يبات بعيد هذا ممنوع شرعا بدك تهجر من أجل التعديب لأنه في منهن بكون شرسات فممكن يستخدم الهجر كنوع من التعديب شوية لا يجوز إلا في البيت ولا تهجر إلا في البيت ما أنتم بصير مقاطعة محدودة ما بالك مرة؟ طيب والرجزة فهجر فهجر ما يعني يهجر الرجزة؟ أي شيء أي شيء ممكن يؤدي إلى الطراب لاحظوا الآن إلى الطراب وضيق وشدة لأن البشر يستطيع يقدره وأحياناً بيستطيعوش يقدم والآن من وضعه ولكن هون بدناش ننسى أنه هذه بداية بداية التكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة بمعنى هو صح بأمر أوامر لكن فيما بعد بيجي تفصيلات وهذا المقصود فيه بالدرجة الأولى البشر يفهموه البشر يفهموه أن الدين من أول لحظة جاء جاء مشان يبعد عنكم يبعد عنكم كل شيء بيكون أساس للاضطراب الناتج عنها ضيق في الحياة وشدة الدين جاء من أجل إيش؟ أنه يبعد هذا الكلام عن البشر إذن لما قال له والرجزة فهجر والرجزة فهجر إذن وكأنه شو بقول لك الدين جاي من أجل إيش؟ الدين جاي من أجل إبعاد والقطع مع كل شيء بيؤدي إلى اضطراب حياة وشدة وضيق في حياة البشر أفراد وجماعات جدين مشان إيش؟ يبعدهم عنه ويعمل قطع مع هذه المسائل ولذلك لاحظوا خلينا نأخذ شوية خلينا نأخذ شوية الآن مثلا الغرب مشي في موضوع الزنا فيما يسمى عنده بالحريات الآن يتفضل يعطينا كشوفه شو نتج مجتمعات عنده الآن هذه المجتمعات سعيدة يعني سعيدة كثير يعني الأسرة أصبحت متينة أكثر تم القضاء على الأمراض التناسلية وعنا سبق قلنا الأمراض التناسلية هناك بتأخذ نسب 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 إلى درجة وكأنك بتتصور إنه فيش حداء إلا مصاب بمرض جنسي شوفوا الخيانة بتعودوا على الخيانة ثم الأجيال اللي بتيجي بتنولد أحيانا بعيدة عن الأب بعيدة عن الأم بعيدة عن السنين أدرس المجتمع بتجد أكثر ما يعاني منه المجتمعات الغربية مع أنها مجتمعات غنية وفي علم وفي تكنولوجيا وفي تفاصيل يفترض إنها تؤدي إلى سعادة بشيك في الحياة ورفاهية إلا إنه أن تعمل إحصائيات وشوفهم قدش السعادة قدش الأسرة متينة شو العلاقة بين الأب وابنه قدش في ناس أمراض نفسية أنه أكثر الذكات يعني بيستفيده النفسيين ولا طب الجسدي إلى آخره أنت بتجد أنه هذه مسألة واحدة أدت إلى التراب التراب في الحياة وضيك وشدة شدة نفسية وغيره والاقتصاد اللي بنهار في الغرب المتقدم شو أساسه؟ شو أساسه؟ أيوة أساسه قضايا مؤينة هم منحرفين فيها ابتداء على المنهج السوي في الأخير لابد أن تؤدي إلى انهيارات وضيك في الحياة هيا اليونان شوفوا مش عارفين إنين يقطبوها تمام الحياة صارت مضطربة آه لو بدي أبدأ الآن فيهم واحدة واحدة في أوامر الدين وإيش الدين بأمروا مشان يبعد البشر عن كل ما يؤدي إلى الاضطراب والضيك والشدة في حياة الفرد أو المجتمع ولذلك دائما تجدوا المؤمن السالك سلوك السالك في حياته سلوك إيجابي دائما هادئ النفس بنام مرتاح مش قلق ما فيش مفاجآت في هالحياة نزلت المصيبة صابر كله تماما فيش اضطراب فيش ضيك فيش شدة حتى لما بتكون في ضيك في المعاش في المعاش بتجد قوته الداخلية بتجعله متماسك وغير مضطرب لأنه الإنسان على فكرة بيهزم بيهزم من جوها الإنسان بيهزم من جوه وفي ناس بتجدهم يبديم تلك الكثير من الأموال وفقرة من جوه فقير لأنه الغنى الحقيقي وين جوه والفقر وين برضو جوه القناعات هي اللي بتع فكرة القناعات والإيمان الحقيقي هو اللي بيعمل الحصانة إذا السريع يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريدي بكم العرس السريع إذا كنت هجروا والترق من عودة من ضمن معانيها من ضمن كلمة هجرة هجرة ولذلك رسول لما هاجر من مكة يرجع في النهاية لكن هم لكن هو اللي يهاجر غالبا يكون في ذيهنه ايش؟ شيء ما معناته يغير ايش؟ ممكن برجع واللي بيقطع من رد يوصل ممكن صار في علاقة قطيعة ممكن يوصل مرحو كان لرسول لرسول عام لك لا هو نزل القرآن وخاطب الرسول لو خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده لو بدو خاطبه لوحده وما جعله القرآن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ونظل البشر تقرأه إلى يوم القيامة بشكل؟ إذا هو لمن؟ آه ما هالآن سنكتشف إنه الداعية اللي بدو يدعو إلى الله والأصل في المسلم كل المسلمين يكونوا دعاه كل واحد حسب قدراته كل واحد حسب مكانه حسب الثغرة اللي هو عليها تمام؟ إنه هاي عندك هاي النصائح هاي النصائح وراح نشوف النصائح اللي بعدها إذن والرجزة فهجر إذن معناته هذا على فكرة صار واضح إنه هذا الدين لإيش جاي؟ هذا الدين جاي مشان يبعد عنا كل شيء يؤدي إلى الطلاب الحياة وشدتها وضيقها تمام؟ والرجزة فهجر ما هون ضمن معاني على فكرة إنه مش بس بأمره والرجزة فهجر وكمان ببشر كمان تمام؟ والرجزة فهجر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر هذي بيحتاجوها الآن الدعاء أو المسلمين اللي بدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر طبعاً إحنا هنا في التفسير على فكرة مش دائماً منضع أو نتكلم في احتمالات اللي تحتملها اللفظة أو الجملة ليش؟ لأنه مرات الجملة بتحتمل معاني بس معاني بتكون أحياناً ضعيفة والسياق مش كثير بنسجم معها وإحنا دائماً دائماً بالأصل إنك تختار الإشي الذي ينسجم مع السياق ويكون المعنى قوي وممكن يستفيدوا منه الناس فعلاً وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر لما أجي أقول طلبنا منه يدفع ألف دولار فاستكثرها شو يعني استكثرها؟ شو استكثرها؟ يعني عدها كثيرة استعظامها كثير إذن استكثر قالت استكثر إذن 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 إيش معنات تستكثر؟ يعني تعدوا كثير نوضح يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا إيش بمنه يعني؟ دائماً أنت لما تذكر افرض أنت أنك أنت منعم وهو منعم عليه من قبلك لما تذكره ظلك تذكر فيه بالنعمة صاحي لما شو صار في الـ أكلتوهن اللي أهدناكم إياهن وإن شاء الله يعني زاكات تفاصيل أسليب كثيرة من التذكير بالنعمة هذا شو بسموه؟ من من وغالباً الكرة ما أفكره الكريم بنسى إنه قدم ولا بذكره بنسى الكريم بنسى بذكرش بذكرش إذن لما المنعم يذكر بالنعمة دائماً بهذا شو بسموها؟ من والمن طبعاً لها عدة معاني وأهمها القطع القطع وسبك إحنا تحدثنا عن المنون والمن وهالمسائل هاي بس الآن خلينا بالمعنى هذا ولا تمنن تستكثر غالباً الواحد بمن لما بشعر إنه أعطى كثير أما إذا أعطى قليل بمن يعني واحد يعني حامله حبتين ثلاثة تين والتقيت أنت وياه وأعطاك هالحبة بس هالحبة وتحدثت وراحه يعني بعد ثاني بقولك آه كيف هالحبة؟ هو الواحد بذكر بالقليل يعني المنعم بمن بالقليل؟ لا هو غالباً لما يكون بنظره إنه ما قدموا إيش؟ كثير ما قدموا كثير تلقي بمن وكأنه هيك من النحية النفسية أنا قدمت كثير بل كناسين الجماعة إنه قدمت كثير لأنه هو بحب يكون إضل في الصورة إنه قدمها لأنه ممكن ينسوا الجماعة إنه قدم ومقدم كثير إذا نسيوا حتى التين مش قضية نسيوا إنه ماشي لكن لكن وين تلوا أحد بيصير بدو يمن أو دوافعه إذا ما كانش هو يعني كريم وشهم والآخري هيك ضعف ضعفه الداخلي إنه بدي يذكر الناس مشان يظل حاضرة في ذهنهم نعمه بيبدأ من طيب لأنه استكثر أما لو استقلها فتصوروا أنتوا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بدي يقوم يدعو ويصبر ويصابر ويلاقي ما يلاقي ويهاجر إلى آخره يبيبذل وفي الأخير بينقذ بينقذ مين العرب مثلا في الجزيرة العربية وأهل مكة وإلى آخره طيب شو النصيحة بتقوله تستكسرش أي عمل قمت فيه تجاه الناس وتمنى عليهم وبالتالي صاحب لحظة صاحب الرسالة واللي عنده أهداف سامية شو ما قدم للبشر لحظة شو ما قدم للبشر شو ما عانى ما يحكيش ما يحكيش ولا تمنن تستكسر تمنش لأنك بتستكسر الإشي اللي قدمته ولذلك في بعض الناس كنت لقي عمل من أجل الوطن من أجل الوطن من أجل الوطن في منهم بتلقي عمل الكثير الكثير وساكت ولا بذكرك بأنه عمل من أجل الوطن وفي كله أكله كفين من اليهود بقى مارك يعني وأكله كفين من اليهود يظل يذكر الناس فيهم شفته لما اليهود مرة وقفونا سعدين هكتم خصوصا أصحاب المبادئ ولاحظوها والناس اللي عندهم رسالة للبشر شو ما يقدموا ما بيصير إنه يمن وتصور رسول بده يمنع الناس وإن كان قد يستشكل بعض الناس أحيانا ممكن يصير في نوع من المن إذا استدعت الحاجة فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بتذكره وإن كان واضح إنه ما كانش المقصود فيها المن إطلاقا إنه لما بدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار فصاروا الأنصار إيش شعروا في داخلهم إيش شعروا في داخلهم إنه شو الرسول كأنه نسينا وإحنا اللي قدمنا وإحنا جمعهم لحالهم وخطب فيهم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به هو مش قصد من إذن والآن بتعطيهم درس بتجدوش تقريبا مثل هذه الحادثة كثير في حياة الرسول طيب ومع ذلك لاحظوا لاحظوا بدي تلاحظوا تمام هون في الوقت اللي اقتضى الأمر أن يجوعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيهم درس كنت ضلال وهداكم الله بي حصل ولا ما حصلش قالوا حصل طيب كنت فقراء وأغناكم الله في عنبلة بعد ما خلص من هذا الكلام عارش قلهم عارش قلهم قلهم ردوا علي ردوا علي قلولي من تجيتنا مشرد وإحنا اللي قاويناك انت كده ها انتبهتوا كيف إذن الرسول في معرض المن وبعد ما ذكرهم مشان يخذوا الترس قلهم برضو انتوا بتقدروا تردوا علي آه انتوا بتقدروا تردوا علي وتقولولي من تجيتنا مهاجر وقاويناك إذا قرائبك طردوك وإحنا 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 بإمكانكم تقولوا كمان طبعا تأثرت فيهم هذه آه هذه إذا ما دخلتش في باب المن واضح هو الانبي ربي فيهم وكمان حتى بعد ما ذكرهم قال لهم وانتوا كمان ذكروني انتم هوها وانتوا كمان ذكروني هذا مش شغلة اللي بمنها فكرة مش شغلة اللي بمن إنه يكون لك أيوة مش أنا واحد اثنين ثلاث رد علي كل طيب ما أعطتك أكثر أنا رد علي هذا بمن هذا هذا بمن آه ما احنا قلنا التقديم كله من البداية للأهمية للأهمية يا أيها المدسر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر تمام كل تقديم مشان يركز على ما يكونش في من لربك فاصبر ولربك مهجاي كمان ولربك فاصبر آه في بعض الناس أو بعض كتب التفسير بقولوا إنه برضو هذا التقديم من أجل كأنه إنه نوع من الحصر الحصر وهذا غير صحيح هذا غير صحيح مش حصر هون هون القضية قضية تقديم للأهمية هو بده يتكلم عن المن هون تمنش ولأنه الواحد وانت بمن لما بيقدم الكثير أو بشعر إنه قدم الكثير إيش ما تقدم إذن إنت كدائية وصاحب رسالة وهدف إيش ما تقدم تمنش ويبدو إنه المن على فكرة بيقلب الأمور بعد ما كان والناس خلاص أنت أترك أنت أنت من أجل مين بتشتغل أنت مع مين بتشتغل ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولذلك قضية إنه الشمال بتعلمش ما تنفق اليمين شو المقصود؟ هو صح في أحيانا إظهار إظهار عمل الخير مطلوب وإبطانه مطلوب لكن هون إحنا موضوعنا مش هيك موضوعنا المن المن ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاء عبر التاريخ كله التاريخ البشرية لازم تكون هذه نصيحة مهمة ويبدو إلها دور كبير في التأثير سلبا أو إيجابا أنه أنت تمنع الناس إيش أنت إنت ليش عملت من أجل الناس لذلك الآية اللي بعدها وإيش الآية اللي بعدها ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر المصابرة من أجل مين؟ المصابرة من أجل مين؟ من أجل الرب خلاص ماذا من المصابرة من أجل الرب شو ما قدمت من تضحيات وا 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 لأخير ما تمنش فيها لأنك أنت بدك تطلب من مين؟ ثم اللي أقدرك على هذا مين؟ ثم اللي فتح لك الأبواب مين؟ ثم اللي أنزلك الرسالة مين؟ مش هيك؟ واللي هداك مين؟ اللي هداك مين؟ أنت بتمنع الناس؟ طب اللي هداك مين؟ ها؟ واللي فتح لك أبواب الهداية مين؟ ولذلك لاحظ إذن ولا تمنن لأنك بتستكثر جهودك تصوروا لو البشر بهذه الطريقة بقدموا لوجه الله سبحانه وتعالى ثم بنسوا 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 إنهم قدموا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ يمكن أن تستكثر النتيجة؟ استمر؟ ليش أنا جبت من أولها؟ دفعنا له ألف دولار فاستكثرها شو معنى تستكثرها؟ يعني عدها كثيرة أو أو طلب إنه يكون فيه إشي أكثر منها استكثر كيف؟ لأنه فيه المفسرين بيعرضوا معنا بس أنا أبعدت عنه متأمد إنه إنه ما تعطيش بقصد إنه تعطى أكثر هاي فيه باب الدعوة يعني تعطيش بقصد إنه تعطى أكثر لأنه فيه ناس شو بعملوا؟ بيروحوا بيهدوا لبعض الناس اللي عارفينهم كرمة وعندهم شهامة بتلقي قال ما راح هداء وشو بتوقع؟ أكثر هذا أكثر ما يدور حوله كثير من أهل التفسير إنه تعطيش بقصد إنك تعطى أكثر لا لا ما يعني إيش معناها في هذا الباب يعني هو يعني كثير ناس اللي بهالطريقة هاي طريقة هاي إنه يعني بيعطيه بقصد إنه يعطى أكثر ما أشياء هذا عن ذاك أبعدت عنها ولا تمنن تستكسر ولربك فاصبر هون لربك يعني إذن لوجه الله صبرك ليكن لوجه الله ومعناته ما فعلت من أعمال وقدمت من تضحيات والتفاصيل هاي كلها هذه كلها إعمال لوجه الله سبحانه وتعالى وهون اللي بيعمل لوجه الله مش رحي منه مش رحي منه على حدا مش رحي منه على حدا ولذلك شفوا هنا حتى فيه يعني من أشياء البقعة وفيها الآباء كثير الآباء كثير والأمهات بظلهم يذكروا الأبناء أنا اللي عملت لك وأنا اللي عملت لك وأنا هذا بيسيء كثير أولا للأبن وعلاقتك فيه أنتو شو قصدك في التذكير إنك أنت عملت لأبنك أنت عملت له زي ما قالوا بعضهم ها أنت بتعمله على فكرة واضح ليش بتعمل أنت لأبنك الله خالكك بتحبه الله خالكك بتحبه وألا مسخرك زي ما بسخر الإحصان نركبه إحنا وألا مسخرك لأبنك وإبلتك ما ملاحظين أنتو الله مسخرك وبكونش خاطر في بالك يعني أي إشي ثاني ها هيك الله انسوا الشذين انسوا الشذين الأباء والأمهات الشذين ها إنما أكثر الأباء والأمهات بقدموا ليش هم فطرة الله خالكها فيك وغارسها فيك أنت بتقدم اه إياك إياك إنك تبكى تذكر ابنك أنت حتى لو ظهر إنه ناسي حتى لو ظهر إنه ناسي فلذلك في بعض الأباء والأمهات ولك أنا أنا اللي كبرتك أنا اللي عملتك أنا اللي كذا شو الجا لا إيش بتقوله مشان يصير يكرهك يعني مشان يدير باله يجعل ما دار باله إذا كانه مش منتبه ما يديرش باله بشك هذا اللي بحاجة إنه أنت تنبهه مشان يدير باله لا هذا هذا بيقول لك يعني ما هن كلهن ما مقالوها هن أكامل يعني أكامل لتر حليب يا الله بجيبهن هذا اللي بحاجة إنك تذكره راح يجاوبك بما هو أقبح ولكن لا أنت بتعمل أنت معروف ليش عملت خلاص ما تطلبش منه أصلا هو تذكر ولا ما تذكرش أيوة أنت قمت بواجبك قضية استكفار الأجر المنبيين أنت تخلص أيوة أيوة هذه نحن الإنسان مطلوب منه دائما يطلب الأكثر فيما يتعلق في أبواب الخير والثواب والمسائل هذه نعم طيب إذن ولي ربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير لحظه يا أيها المدثر قم فأنذر فإذا نقر في الناقور لأنه بده ينذر صحيح كما مرة يا أيها المدثر قم فأنذر إذا نقر في الناقور ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور آه هذا كثير في القرآن إذا بتلاحظه موضوع دائما التذكير بالآخرى خصوصا خصوصا لما بدعوكم للصبر لما بدعوكم للصبر بذكركم بالآخرى مثلا قرأ الشيخ في المزمر والمزمر قبل المدثر واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا هاي دخل في الموضوع الآخرة إن لدينا أنكالا وجحيمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لو تقرأ أنتوا في الآيات اللي فيها طلب الصبر فاسبر واسبر اللي تقريبا أقل من عشرين تسعتاش بجوز فاسبر واسبر بتجد كثير ما يقفز إلى الآخرة هو الآخرة الإيمان بالآخرة هو اللي بعطي كل شي في الدنيا معنا انتقيم أفوت لو أنه نزعنا مفهوم الآخرة شو بيظل فيه معنا لأي إشي لأي إشي لعمل الخير أو عمل الشر إيش إيش يعني إيش يعني وأكثر أكثر الإجرام والفجور ناتج عن ضعف الإيمان الأخراوي عند البشر كل ما ضعف الإيمان الأخراوي بصير فيه فجور إلى درجة إنه بصير الإنسان ما له قيمة فيه شعوب بتقتل على فكرة على دولار على دولار في حين إحنا إحنا لو واحد بده ينتحر ونيجي بقول له ما لك ليش بده نطمن فوق سبع طابق بقول فقير يا ناس تعالوا جمعوله جمعوله نجمع له من كله هاي هاي عشر تلاف دولار بس انزل في بلاد ثاني ليش بيكون الله ليش بيكون الإنسان ما له قيمة بتتطلع بتجد في الشي مفهوم أخراوي مش مربيين على المفهوم الأخراوي والسرقة مرضو والعصابات برضو وا 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 وحتى قتل الأبناء عشرين في المية خمسة وعشرين من عشرين لخمسة وعشرين في المية سبق مرة أعطناكم إحصائية في الولايات المتحدة من الأطفال الرضع اللي بيقتلهم الأب والأم عمدا الأب والأم عمدا هذي إحنا إحنا هم نستوعبها الشي الأطفال الرضع من عشرين لخمسة وعشرين في المية في الولايات المتحدة بيكون القاتل للأب أو الأم عمدا طبعا بدي يخلص شو بدي يخلص بدي يشوف حياته جننها الولد إيش بدها فيه ليش ترتبط يعني إلى آخر ها فيش مفهوم أخرى ومش مربعين وبالتالي ثير القرآن بيركز على المفهوم الأخراوي لأنه هو بيعطي معنى كل شي حتى لما بيكون لك أصبر طب أصبر إيش ممكن أصبر وأقتل في النهاية ممكن أصبر وأقتل ها طيب ما هو مفهوم ما هو معطيك الأفق هو ما هو الأفق مش الدنيا ما هو الأفق مش الدنيا ما هو أما أما والله لو كل ما قدم الإنسان في سبيل الله على طول بلاقي الثواب على طول بلاقي الثواب دائما دائما أنا أبدي ينكر وقتها وأنا أبدي يكفر وكيف هاي دار اختبار كيف بدها تكون دار اختبار هاي صفت دار ثواب إذا كل واحد بده يعمل خير او يضحي او يبذل جود او او يلاقي فورا يعني بتغبش كثير حتى اه لو هيك اذا كيف هذي اختبار انا اللي وقتها بده يشيز انا بده يشيز وين كيف بدها بكون اختبار وابتلاق هاي اه ولذلك اذا بتلاحظ تجدوا منوع المسألة ممكن الناس يضحوا ويموتوا وهم بضحوا ويبدو لك لاول انه ما كسبش اشي هذا مع انه دير بالك حتى اللي بضحي في الدنيا هو بعد ما يروح كمان ممكن فوائدها على شعبه وعلى امته يكون كثير ماشي لكن هو طب هو انا انا ما هو بحب ذاته الواحد مش هيك فبالتالي في تركيز كثير على الجانب الاخروي ومن هون لما جاء الرسول يا ايها المداثركم فعنذب طيب بدو ينزر ايش اهم ما بدو ينزروا الاشي الاخرى ويه ثم ولي ربك فاصبر طيب شو شو بصير فاذا نقر في الناقور وهذه عجيبة ايه لأول مرة تستخدم في القرآن واخر مرة مش هيك لانه احنا متعودين النفخ في الصور مش هيك النفخ في الصور لكن هون النقر في الناقور النقر في الناقور فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير ياسير واضح طبعا انه تفسير المفسرين انه نقر في الناقور اللي هو النفخ في الصور لاحظ عبر في اذا عبر في النفخ في الصور نفخ في الصور وكان لازم احنا بعض كتب التفسير اقصد دروس تفسير بل كي نيجي لموضوع الصور وليش سمي صور وهذه المسائل والنفخ فيه بس خلينا هنا اذا كان لازم يكون فيه تصور واضح عن الصور والنفخ في الصور لكن خلينا الان هون على وجه الصور عافي قضيط فاذا نقر في الناقور اللي هو النفخ في الصور ليش هنا استخدم نقر في الناقور اولا النقر حتى نوضح معناه خلينا نوخذ منقار منقار الطائر الطائر لما بنقر اولا فيه قرع للشيء اللي بنقره بقرعه وبطلع صوت وبطلع ايش صوت في النقر شو اسمه هذا النقار الخشب برضو نقار الخشب ها نقار الخشب كيف يكون صوته للي فيكم وهو ينكر 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 اه اذا هو بقرع بمنقر لذلك سميه منقار لان هو بقرع فيه وبطلع صوت بطلع صوت فالنقر في النهاية صفه لحظه المعاني التالية في موضوع النقر ومنهم منقار منقار الطائر اللي بنقر فيه انتو ما بتلاحظوا اولا انه احنا بنستخدم مرات النقر اه اه كيف اللي بنقر صلاة ونقر معناته هون ايش سريعة سريعة اذا فيه سرعة مشيك بنقول بنقر صلاة ونقر شو يعني بنقرها نقر سريعة طب ما لاحظتوا اللي بيصيب الهدف مرات مثلا هذا اللي بيشو بسموهم اللي بيكناصة ممكن يصوب وينقره شو يعني ينقره احنا بنقولها ونقولها نقره يعني اصاب الهدف اصاب الهدف بدقة نقره فيه معنى اصابة الهدف فيه معنى السرعة النقر سرعة لانه لانه نقر الطائر بيكون ايش سريع وفيه الصوت وفيه صوت النقر فيه الصوت هذي اشياء ثلاثة فيه رابعة مش بداعي اخذ فيها احيانا فيه فيه معنى الدعوة الدعوة بس هذي بيستقدموهاش الناس كثير اذا لاحظوا صار عندي النقر مرات نستخدموه في السرعة في اصابة الهدف في الصوت كيف لما فلان بنقر على فلان لما بصير يحكي عليه بنقر عليه بشيك اه اه ليش بتظلك تنكر لان بظله اه صوت وسرعة وقرع قرع واصابة هدف وكأنه سمي الناقر وفق وظيفته كيف لما نسمي احنا نقول منشاء منشار لانه بنشر بشيك منشار والناقر لانه بنقر اذا لما يتم النفخ في الصور فيه اولا عملية قرع لكل الكائنات قرع صوت هائل لاحظوا سرعة سرعة استحضار دعوة يعني كنتكم من معانيها ايش الدعوة سرعة الاستحضار فاذا نقر في الناقور واصابة الهدف كل الناس اللي كل الكائنات بيوصلها لاحظة يعني مش كلنا من ضمنها اصابة الهدف اصابة الهدف فاذا معناته الصوت هذا اللي بيخرج يوم القيامة لما ينفخ في الصور فيه سرعة فيه صوت ضخم يقرع كل الكائنات يصيب كل الكائنات يدعو كل الكائنات وهذه غالبا هي نفخة ايش البعث مش نفخة ايه الصعق مش هو ينفخ في الصور فيصعق كل من ها ثم ينفخ مرة اخرى فاذا هم قياموا ينظرون مش هيك طيب ايش اني من هنا ايه الناقور الناقور الثانية ليش لانه فذلك يوم اذن يوم عسير يوم عسير على الكافرين غيروا يسير لانه لو كانت القضية قضية الصوت اللي بصعق هذا بصعق الكل بصعق الكل وخلاص وخلاص ما هو صعقه وين اليوم العسير وين اليوم العسير اللي فيش فيه يسر على الكافرين اه اذا هذي غالبا عني نفخة النفخة الثانية اذا النفخة الثانية في الصور هي ليش سمي نقر فاذا نقر باي وسيلة ينقر في الناقور وسمي باسم ايش وظيفته كثير اشياء تسمى وفق الوظيفة وظيفتها بشيك وظيفتها النقر الان نقر ايش يعني تصويت قرع الكائنات سرعة قرعها سرعة استدعائها تمام لانه في استدعاء سرعة استدعاء وكلهم اصيبوا كلهم اخذوا ها اذا من هنا جاء التعبير فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير هو يوم عسير ولكن على ما يبدو على ما يبدو ان عسره ويسره اذا في يسر عسره ويسره متعلق بالاعمال قد ما تكون اعماله لحظه صالحة معناته يسير لما منسمع في القرآن الكريم او في الاحاديث الشريفة وصف لأهوال يوم القيامة انتبهوا هذه الأهوال مش لكل الناس حسب العمل حسب العمل الأهوال حسب العمل والإحساس بالزمان وقتها حسب العمل والإحساس بما حوله حسب العمل حسب أيها حسب الأعمال والدرجات يكون الإحساس بالموقف وضخامته والرعب اللي بيكون منشر لذلك أهل الإيمان تتلقاهم الملائكة تصور الملائكة تسخر لتهدئة ناس بعينهم وفي ناس إيش يبعثوا آمنين يبعثوا آمنين إذن في ناس يهبوا الأمن الشعور بضخامة الموقف والأهوال حسب الأعمال حسب الأعمال ولذلك ممكن بعض الناس ممكن بعض الناس الهول اللي رح أشوفه في الموقف وطول الموقف وما يلاقي من الرعب بيكون كافي بيقولوا له أنت قالوا كنت عجلني خلصنا بكفيك خوفتك ها هذا اللي بيكون يعني لأنه في منهم الناس أشكال في منهم الناس بدفعوا الثمن في الدنيا فبطلعوا منها طاهرين وفي منهم بدفعها بدفعها في البرزخ برضو ببعث طاهر بالبرزخ يبعث طاهر ها وفي ممكن أهوال الموقف الطاهرة لحالها أهوال الموقف أه لما رسول يقول اللهم سلم سلم أخايف على أمته على أمته الشيك ما هو مهموم بأمته طيب فبالتالي إذن فإذا نقر في الناقور لاحظوا إذن في سرعة وفي صوت وهذا الصوت هائل بقدر إيش بقدر الأعمال يعني هذا بخفف أو ها وفيه إصابة الأهداف كلها وفيه سرعة التنناول والدعوة ولأنوا لاحظوا أنت لما بنقر الطائر الحبة بتناولها بإيش بسرعة بسرعة فإذا نقر في الناقور تصوروا كل الناس بينكروا تصوروا الناس حبكمح ونقروا واحد كلهم ها فإذا نقر في الناقور لأنه ناس تترى بإمكانك تشبيه برد أما هو القرآن عبر على كل بأكثر من طريقة بأكثر من طريقة مثلا وإذا القبور ومعثرة مثلا وشو معنات قبور سبق قلنا إيش قبر يعني ما هو القبر قبرين في قبر الجسد وفي قبر النفس تمام فهون لذلك غالبا بعض الناس قال الجدث هو قبر الجسد الجدث قبر الجسد طيب فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير معناته على المؤمنين إيش ممكن بشكل على الكافرين غير يسير وأنا بستغرب من بعض الناس وهم يفسروا لكن قالوا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين طيب ليش؟ طيب ما هي آية فذلك يومئذ يوم عسير أي آية على الكافرين غير يسير آية ثانية على الكافرين غير يسير ليش؟ لأنه حتى العسير ممكن يكون فيه شوية يسر من جهات ثانية لأنه بعض الناس ممكن يقول لك طب ليش ما كانت كفت لها إنه يوم عسير هو اليوم عسير تصوروا يكون يوم شديد الحر درجة حرارة ستين هذا يوم عسير بس فيه مكيفات هاي يسير من جهة ثانية مش هيك؟ يوم آه درجة حرارة ستين وفيه شوية شجر هاي أجته يسير من هون يوم عسير وفيه شوية ما يمنغتص فيها هاي يسير من جهة ثانية بس هو اليوم عسير آه لا عسير وفيش فيه تسير فيش تخفيضات يوم عسير على الكافرين غير يسير معناته على غيرهم ايش؟ وحنا قلنا يسير ليش؟ لأنه صحيح عسير اليوم لكن فيه مثلاً لما تأتي الملائكة وتتلقاهم للمؤمنين تخفوش تحزنوش وفيه يأتي آمناً يوم القيامة مش فيه؟ أيوة نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم من فزع يوم إذن آمنون وهم من فزع يوم إذن آمنون من فزع يوم إذن آمنون طيب ليش آمنين بالكم من الفزع؟ ليش آمنين من الفزع هما؟ لما نسمع أو نقرأ أحاديث أحياناً مرعبة في موضوع أهوال يوم القيامة قبل العذاب وقبل الثواب ما يظنوش الناس أن هذا الناس تتساوى فيها الناس لا تتساوى ولا إيش؟ وفق الأعمال يعني بقدر ما بتقدر تسهل اليوم سهل قد ما بتقدر تسهل اليوم سهل وإذا بدك تتعمل يعني شوية شوية في التسهيل برضو بتلقي تندم على قضية أنه أنا باقي إذن باقي قادر آآ باقي قادر أسهل أنا قد ما بدي ها؟ هون مطلوب يستكثر ها إذن فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالاً ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا طيب ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا فكرة هذا الفعل إذا بتكون في المعجم تطلعوا الكلمات المشتقة أو إلها علاقة بي مثلاً يذر وذر ذرني في المعجم بتروح ولوين يلا أشوف في المعجم من روح لأيه لوين من روح في المعجم كيف؟ فعل ماضي أيوة عم بقول فعل ماضي وذر هو بقول أما قوله وذر صح إنك تروح المعجم على وذر صح بسمهوش هذا هو الفعل اللي أماتته العرب فش عند العرب فعل ماضي في أمر ومضارع يعني ويذرهم ذرني فش ماضي له هذا الفعل نيح يا شيخ؟ إذن وذره فعلاً لو بدك تروح على المعجم وين بتروح؟ المعجم بتروح لوذره ولكن فيش ماضي ومش بس فيش ماضي ويبدو ما فيش كمان نقول مصدر يعني فيش اشي اسمه الوذر يعني فيه تركه وتركه في الماضي اترك ويترك والترك هاي المصدر تركه في الماضي اترك يترك تركاً أترك أما هون فيش إلا شو معنات أماتت العرب؟ يبدو إنه كاين فيه بس ما عادتش العرب تستخدمه إذن هذا ليس هناك فعل في الماضي وذره بس لما بدك تروح للمعجم وين بتروح؟ لوذره بتروح لوذره وفيش مصدر وذر مش هيك؟ يعني مثلاً هل يصح لغة أقول وذرته؟ لا بتقول تركته بتقول تركته بتقولش في الماضي وذرته؟ تمام؟ بتقول بدل وذرته تركته إذن شو ماضي؟ شو الماضي من هذا الفعل؟ الماضي تركه تركته ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداً طبعاً أكثر كتب التفسير على إنه هون بالذات الآن لاحظوا في شخصية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشخصية ممكن تتكرر عبر الأجيال في كل عصر من العصور ولذلك بتشوفوها في كل العصور هذا في زمن الرسول كان في واحدة في واحدة متفردة شخصية متفردة الوليد بن المغيرة أبولا خالد بن الوليد الوليد بن المغيرة أبولا خالد بن الوليد كان شخص متفرد تمام؟ وحيد عصره وحيد عصره بنا نشوف وحيد عصره هذا بنا نشوف وحيد عصره شو كان؟ شو كان؟ شو موقفه؟ طب ليش بيستعرض مثل موقف هذا الرجل؟ لأنه هذه الشخصية تتكرر في كل العصور تتكرر في كل العصور ولذلك هي الدرس قلنا من أوائل ما نزلها في الرسالة وبالتالي المسلم بحاجة إلى أن هذه الأمور يفهمها تماما حتى يفهم واقعه يفهم واقعه ما يعود شيئا ويبقى مطمئن للمستقبل تصوروا هذه من أوائل هذه وغيرها من أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أول يوم كنت وتتقرأ القرآن من أول يوم كنت عارف أن هذه الرسالة بدها تتم وأن الإسلام بده ينتصر انتصار ساحق من أول يوم من أول يوم الكلام كان واضح وهذا من دلائل الأفكرة اللي ممكن أن يقيموا فيها الحج على البشر إنه محمد رسول الرسول صلى الله عليه وسلم من أول آيات من أول صور يكون الكلام موافق وبيعطيك النتيجة وبيعطيك المآلات ثم تجد الناس اليوم اللي ما بيدرسه ولا بيعرفه وين رايح التاريخ بظنه إنه الدين مش رح ينتصر وإنه مستقبلنا أسود وهو رح يكون أبيض في ناس بظنه أسود وهو أبيض قادم بل كمثل هذه الآيات بتوضح مثل هذا الواقع اللي منعيش فيه إحنا نكمل إن شاء الله وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمين وبرك الله فيكم وبرك الله فيكم موسيقى 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 شكرا